أفدت وزارة الموارد المائية والرية أن أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة قامت بتركيب أربع طلمبات متحركة تعمل بالديزل ووحدة واحدة تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى وحدتي طوارئ لخفض منصوب المياه بالبحيرة كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبرية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريود وأشرت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تتضمن الحفاظ على منصوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المر بها وحماية الأراضي والمنشآت بالمناطق المحيطة بها من الغرق